وكما قال مراسلنا تستمر معاناة الآلاف من مبتوري الأطراف في قطاع غزة المحاصر وسط نقص حاد في المواد الطبية والأدوية والعلاجات اللازمة للتخفيف من آلامهم وهم يكافحون وسط ظروف مأساوية من أجل الإبقاء على الحد الأدنى مما تبقى من حياتهم لا تخلف الصواريخ والقنابل التي يلقيها الاحتلال الإسرائيلي دمارا وشهداء فقط لكنها تخلف مأساة أخرى لآلاف المصابين سيم المبتورة أطرافهم أسامى أبو مصطفى واحد من المصابين الذين بطرت أطرافهم طرفه الأيسر في قدمه بطر جراء هذه الحرب وهو واحد من الآلاف الذين فقدوا أطرافهم خلال هذه الحرب وبطبيعة الحال هو لديه مطالب لديه أحلام لديه الكثير من الطموحات أسامى أنا بدي تحكي لي بس طبعا بعد الحمد لله على سلامتك أنت إيش بالطالب إيش بدك اليوم طالب أن أرجع حرك دي وأطلع بره وسافر ورجع تحرك حرك دي وأركب طرفه أمشي إن شاء الله يا رب كل هاي المطالب الإنسانية بتتحقق بالنسبة إليك يا أسامى معي هان خالة أسامى تعرف عليكم أنا علا يوسف أبو مصطفى بكون خالة الطفل أسامى علا بدي تشرحي لي حالة أسامى فقده لطرف هو أسامى تصاوب في تاريخ خمسة سبعة كان بلعب مع الأطفال بالحارة وصار قصف قريب لبيتنا وتصاوب أسامى يعني فيه كتير كان فيه شهداء وهو تصاوب فبتروله رجلهم من فوقه الركبة زي ما أنت شايف وغير هيك في عنده مشاكل في الحركة بتحكمش يعني في إيدي بيحركش إيدي إلا يدوه بحركة خفيفة هل ذهبتم باتجاه إنكوا تعثروله على طرف صناعي ولا إشي معدوم حاليا طبعا زي ما الكل بيعرف الوضع في غزة بدون الحرب هو سيء فمع الحرب زياد سوء زيادة يعني زي ما أنت شايف وما فيش أطراف طبعا ها المبترون لا يجدون اليوم سبيلا لطعويض هذا الفقد بعد أن دمر الاحتلال مستشفى حمد المسؤول عن صناعة الأطراف الصناعية في شمالي القطاع وكذلك منع الاحتلال إدخال هذه الأطراف للقطاع المحاصر وتقدر أعدادهم وفق وزارة الصحة بنحو سبعة آلاف مصاب خلال هذه الحرب فقط وزارة الصحة تقدر أعداد الحالات البتر لدينا حوالي سبعة آلاف حالة بتر تقريبا لا يوجد لدينا إحصائية دقيقة نتيجة انهيار منظومة المعلومات في وزارة الصحة بعد الانتهاك الإسرائيلي والاعتدال الإسرائيلي على مركز بيانات وزارة الصحة الرئيسي في مجمع الشفاء الطبي داخل مستشفى طباء بلا حدود في مجمع ناصر الطبي نرصد وإياكم هنا حالة أخرى رهف الطفلة الجميلة البريئة التي فقدت أطرافها السفلية بشكل كامل أختي عارفين عن حالك؟ إسراء سعد خيام النصيرات إسراء بدي توصفي لي حالة رهف الآن حالتها بالمرة دايما بدها تظلها نايمة بس تطلع على إجريها بدها تظلها تغطي حالها نحاول نطلعها بره بدهاش بدها تظلها على الغرفة حتى لما نطلع فيها بره رجعوني بس تشوف صغار بدها صافنة فيهم كيف فقدت أطرافها؟ كنا في البيت نايمين وبالليل لهم قصفوا ضربوا علينا سواريخ وصحيت على صوتها وهي بتعيت كانوا رجليها التنتين مبتورين وأنا إيدي كانوا برضو اليوم كأم لطفلة بطرت أطرافها شو بتطالبي؟ بتطالب إنها تطلع بره وتركب إن شاء الله أطراف هل هاي الخدمة متوفرة حالياً في غزة؟ أكيد لا مش متوفرة بس بتمنى إنها نركب لها نطلعها نقدر نطلعها بره عشان تقدر تعيش حياتها زيها زي أبا الأولاد تمام رهف حبيبتي يا عمو ألف سلام عليكي المؤسسات الدولية العاملة في القطاع الإنساني والإغاثي تقول إن حالات البتر غالبيتها من الأطفال وحالاتهم صعبة جراء الاستهدافات العنيفة التي يتعرضون لها بالإضافة إلى أن الأعداد لا يمكن حصرها هناك العديد من الإصابات كما ذكرتم ناتجة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة معظم هذه الحالات إصابات صعبة وخطيرة ناتجة عن انفجارات حادة حروق شديدة بتر في الأطراف العلوية والسفلة معظم هذه الحالات التي نتلقاها في مستشفى طبابي لا حدود معظمها من الأطفال والنساء حرب عام 2014 خلفت ما يصل إلى 100 حالة بتر أضيفت إلى 300 حالة خلفها الاحتلال منذ عام 2009 بحسب تقرير للأمم المتحدة لكن الرقم ارتفع بعد ذلك خلال أحداث مسيرة العودة ومعركة سيف القدس والتصعيدات التي لحقتها وصولا لهذه الحرب المستمرة التي رفعت الأعداد إلى ما يفوق العشرة آلاف مصاب بالبتر فقد آلاف المصابين ممن بترت أقدامهم خلال هذه الحرب الكثير من أحلامهم وطموحاتهم سيما وأن المنظومة الصحية والمؤسسات الدولية ليست قادرة حتى الآن على إعطائهم بصيص الأمل بتوفير شيء لهم حتى ولو كان طرفا صناعيا يساعدهم على الاستمرار في حياتهم غاز العلول من مجمع ناصر الطبي في خان يونس رؤيا